السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يغيروا ما بأنفسهم من خلال تعليقاتكم على الحلقتين السابقتين قررت أن أتحدث في هذه الحلقة عن التقبل لتوضيح هذا المعنى أكثر لنتفق يا أصدقاء أن كل ما لا نتقبله نحن نغذيه بمشاعر منخفضة غضب، توتر، قلق، انزعاج، استياء، حزن وغيرهم والأعمق من ذلك هو شعور عدم الرضا عن إرادة الله يقول تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم نحن من خلال التقبل نتقبل إرادة الله نذكر أنفسنا بالله بالتالي الله يذكرنا بأنفسنا وبحقيقتنا فكل ما نغذيه يزداد ويكبر وينتشر قرارنا معرفة ما لا نتقبله هو أول خطوة لإيقاف هذا الاستنزاف اللواعي وهو أول خطوة لقبول إرادة الله وهو أول خطوة أيضا لتذكر حقيقتنا نجد أنفسنا نتوتر وننزعج لأتفه الأسباب وكلنا مررنا بهذا ونسأل أنفسنا هل يستحق هذا الموقف مني ردة فعل كهذه؟ ستجد أن الموقف لا يستحق والسبب هو تراكم هذه المشاعر الناتجة عن عدم التقبل عدم الرضا عدم التسليم لأقدار الله لذلك لتصحيح الأمر يجب علينا الانتباه للتفاصيل الصغيرة التي لا نتقبلها فأنا أؤمن بالتدرج في التغيير لا أستطيع أن أقول لشخص تقبل فقدان وظيفتك وهو لا يتقبل وينزعج ويتوتر ويشكي طول النهار أنه لم يشرب قهوته عدم التقبل هو نوع من الإدمان هو برنامج قابع في أنفسنا يتغذى من الرفض والمقاومة وفي المقابل يوجد برنامج آخر برنامج التقبل يتغذى على السكينة والطمأنينة والسلام يتغذى على شعور أن كل شيء خير التقبل لا يعني الاستسلام التقبل يعني مرحلة هدنة لتغيير الوجهة لا يستطيع إنسان تغيير نفسه وهو في صراع مع الله وبع نفسه ومع الخارج لا يرى أي تغيير في حياته وإن حدث سيظل نظره وتركيزه على ما لا يتقبله لذلك لنتفق يا أصدقاء أن ندرك أن مرحلة التقبل هي مرحلة استراحة محارب لاستجماع طاقته وللانتقال للسر القادم لأننا لا نستطيع الانتقال دون إتمام مهمة التقبل ستقولون لي هل كل ما يحدث هو إرادة الله أقول نعم لكن إرادة الله هي تخدم أنفسنا يقول تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويقول تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني نحن نخطئ والله يصلح بإرادته فما علينا فعله هو الرضا بإرادة الله لأنها قبول لأخطائنا لأننا بشر وغير معصومين حتى وإن تظهر لنا أننا لم نخطئ توجد قوانين كونية خلقها الله تحكم هذه النفس وإذا اختلت توازن وجب علينا أن ننتبه لرسائل الله من خلال أحداث الحياة يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول تعالى وما يستوي لعمى والبصير غير المتقبل أعمى لا يرى رسائل الله يرى فقط ما يزعجه المتقبل يبصر لتلك الرسائل فيقر بخطائه ويعمل على ذاته تكلم سيرجيل لازاريف عن ذلك بإسهاب في كتبه وإن كنت اليوم أستطيع إيصال هذه المعلومات لكم بهذا الشكل المبسط فيعود الفضل لله ولسيرجيل لازاريف وللمترجم محمد سبلبل لأنه يسر لنا هذا العلم وهذا الخير وجعل الصورة تكتمل عندي لطلب نسخكم زوروا موقع الدار تجدونه بالوصف إذا أعجبكم محتوى الحلقة شاركون برأيكم بالتعليقات وشاركوا أصدقائكم الحلقة لا تنسوا زيارة موقعنا والانضمام لصفحاتنا لمعرفة جديدنا شكرا لإنصاتكم شكرا للمشاهدة